ثالثة و أنتقل بكم إلى الومضة الرابعة من و مضاتنا الخاطفة هذه الومضة الرابعة وجها عقيدة البراءة مثل ما مر علينا من أن بيعة الغديري لها وجهان وجه ثابت و وجه متحرك عقيدة البراءة كذلك لها وجه ثابت و لها وجه متحرك أما الوجه الثابت فهو الذي يرتبط بتأريخنا العقائدي و ركز على هذه الصفة العقائدي أنا لا أتحدث عن تأريخ بما هو تأريخ عن تأريخ سردي للأحداث أنا لا أريد أن أدرس دراسة تحليلية اجتماعية لواقع الأمة لواقع الأمة في الأزمنة الماضية هذا أمر حسن وجيد لكنني أتحدث هنا في أجواء العقيدة فإنني سأنظر للتأريخ بهذا المنظار العقائدي أسلط الضوء على ما يرتبط بالصيرورة العقائدية بالكينونة العقائدية ما جرى من أحداث من هنا وصفت الجانب الذي أهتم به من التأريخ بما يرتبط بالبحث العقائدي بالتأريخ العقائدي الهجوم على دار فاطمة إحراق بيت فاطمة محاولة قتل فاطمة وبعد ذلك قتلوها كل هذا الذي جرى ما هو بحدث تأريخي عابر كبقية الحوادث والأحداث هذه أحداث تأريخية ترتبط بكينونيتنا العقائدية وبصيرورة عقيدتنا عبر حركة التأريخ نحن لا نستطيع أن نفكك بين حركة العقيدة وحركة التأريخ ضمن هذه الحوادث فما يرتبط بتأريخنا العقائدي هو هذا الذي يشكل الوجه الثابت من عقيدة البراءة هذه رواية أقرأها عليكم من الجزء الثاني من تفسير العياشي وهو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 122 رقم الحديث 155 الحديث عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه الرواية تعطينا صورة إجمالية عن الوجه الثابت لعقيدة براءتنا أبو حمزة الثمالي يقول قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه يا أبا حمزة إنما يعبد الله من عرف الله فأما من لا يعرف الله كأنما يعبد غيره هكذا ضلالا يعبد غيره هذه الرواية هي تفصيل للرواية التي جاءت بصيغة مجملة قرأتها عليكم قبل قليل من الكاف الشريف كانت أيضا عن أبي حمزة عن إمامنا الباقر وهذه أيضا عن أبي حمزة عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه يا أبا حمزة إنما يعبد الله من عرف الله فأما من لا يعرف الله كأنما يعبد غيره هكذا ضالا قلت أصلحك الله وما معرفة الله قال يصدق الله ويصدق محمدا رسول الله في موالاة علي والاعتمام به يصدق الله ويصدق محمدا رسول الله إنها بيعة الغدير وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يصدق الله ويصدق محمدا رسول الله في موالاة علي والاعتمام والاعتمام وبأئمة الهدى من بعده من بعد علي والبراءة إلى الله من عدوه وكذلك عرفان الله هذه الرواية أيضا يمكننا أن نجعلها في ضمن سلسلة المعطيات التي تقدمت والتي تخبرنا عن أن البراءة تأتي ترتيبا بعد الولاية قلت أصلحك الله وما معرفة الله قال يصدق الله ويصدق محمدا رسول الله في موالاة علي والاعتمام به وبأئمة الهدى من بعده والبراءة إلى الله من عدوهم وكذلك عرفان الله هذا هو عرفان الله قال قلت أصلحك الله أي شيء إذا عملته أنا استكملت حقيقة الإيمان قال توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله الولاية مقدمة ما هو سؤال أبي حمزة أصلحك الله أي شيء إذا عملته أنا استكملت حقيقة الإيمان قال توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله وتكون مع الصادقين كما أمرك الله قال قلت ومن أولياء الله ومن أعداء الله فقال أولياء الله محمد رسول الله وعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين إما أن اسم فاطمة قد سقط من الرواة من النساخ وإما أن الإمام يتحدث عن سلسلة الأئمة الأوصية والذي يبدو أن اسم فاطمة قد سقط من الرواية لم أعثر على نسخة لحد الآن لهذه الرواية فيها اسم فاطمة فإما أن الإسم قد سقط خصوصا وأن الرواية ذكرت رسول الله وذكرت أمير المؤمنين بحسب لحن حديثهم وبحسب ذوقهم في كلامهم في مثل هذه الموضوعات خصوصا والحديث مع شخصية كأبي حمزة ليس هناك من تقية وليس هناك من مدارات فإما فإما أن الإسم قد سقط وإما أن الإمام كان بصدد الحديث عن سلسلة الأئمة الأوصياء يعني سلسلة الأئمة الاثني عشر قلت ومن أولياء الله ومن أعداء الله فقال أولياء الله محمد رسول الله وعلي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ثم انتهى الأمر إلينا إلينا إلى الإمام الباقر ثم ابني جعفر يشير إلى جعفر الصادق وأومأ إلى جعفر وهو جالس وهذا أدل دليل على أن الحديث ليس في مقام التقية وأومأ إلى جعفر وهو جالس فمن والى هؤلاء فقد والى الله وكان مع الصادقين كما أمره الله قلت ومن أعداء الله أصلحك الله قال الأوثان الأربعة الأوثان البشرية الأربعة قال قال قلت من هم يبدو أن الإمام ذكرهم بأسمائهم فإن المقام ما هو بمقام تقية إلا إذا كان الإمام يريد أن يعلم أبا حمزة أن يذكرهم بهذه الأسماء هناك احتمال أن أبا حمزة هو الذي غير الأسماء لكن مع ملاحظة أن هذه الأسماء وردت عنهم عن محمد وآل محمد نوع من التورية نوع من التخفية قلت ومن أعداء الله أصلحك الله قال الأوثان الأربعة قال قلت منهم قال أبو الفصيل ورمع ونعثل ومعاوية الأول والثاني والثالث وهذه الأسماء وردت في رواياتهم قلت ومن أعداء الله أصلحك الله قال الأوثان الأربعة قال قلت منهم قال أبو الفصيل ورمع ونعثل ومعاوية ومن دان بدينهم فمن عاد هؤلاء فقد عاد أعداء الله من دان بدينهم تذكروا فتاوى سستانيكم تذكروا فتاوى مراجعكم تذكروا علم الكلام الذي جاءونا به من هؤلاء من مدارس سقيفة بني ساعدة وأنشأوا عقائد الشيعة عليه هذا هو الذي جرى على أرض الواقع قلت ومن أعداء الله أصلحك الله قال الأوثان الأربعة قال قلت منهم قال أبو الفصيل ورمع ونعثل ومعاوية ومن دان بدينهم فمن عاد هؤلاء فقد عاد أعداء الله هذه الرواية على وجازتها تحدثنا بالإجمال عن الوجه الأول من وجه عقيدة البراءة إنه الوجه الثابت قلت لكم من أن عقيدة البراءة لها وجهان وجه ثابت هو هذا والذي يرتبط بتأريخنا العقائدي من أيام رسول الله إلى أيام السقيفة إلى أيام بني أمية إلى أيام بني العباس إلى يومنا هذا تأريخنا العقائدي هذا الوجه الأول وهذا الوجه الأول تكفلت به الأدعية المناجيات الزيارات الروايات ولربما من أوضح مصاديق الأدعية في ذلك دعاء صنمي قريش الذي هو قنوة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهناك أدعية تماثله هناك أدعية تتحدث في نفس هذا الاتجاه وروايات مفصلة المقام مقام إيجاز واختصار وهذه ومضات خاطفة هذا الوجه الثابت من وجه عقيدة البراءة أما الوجه المتحرك فهو الذي يرتبط بأعداء إمام زماننا هو الذي يرتبط بواقعنا العقائدي المعاصر إنه الواقع الذي نعايشه مشكلتنا فيه ليس مع النواصب موقفنا من النواصب واضح وموقف النواصب مننا واضح وضرر النواصب أتحدث عن الضرر العقائدي لا يصل إلينا بشكل مباشر ضرر النواصب يصل إلينا بشكل غير مباشر عبر مراجع النجف عبر حوزة النجف عبر فضائيات المرجعية عبر كتب المكتبة الشيعية التي ألفها معممو النجف عبر خطباء المنبر الحسيني الذين تبعث بهم مرجعية النجف عبر النجف وتفاريعها مشكلتنا مع الفكر الناصبي يأتينا من هنا يأتينا من النجف من هنا يجب علينا أن نتبرأ براءة قطعية من كل ما يأتينا من النجف البراءة من منهج مراجع النجف البراءة من منهج حوزة النجف البراءة من كل ما يصدر من أفواه وأقلام مراجع النجف البراءة من كل هذا الذي يتقيأ به خطباء مرجعيات النجف نحن بحاجة إلى براءة بهذا المستوى هذا هو الوجه المتحرك من وجه البراءة في كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 394 الحديث الخامس بسنده عن يونس ابن عبد الرحمن عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أذهب إلى موطن الحاجة من الرواية الشريفة إمامنا الكاظم هكذا يقول يتحدث مع يونس ابن عبد الرحمن فيقول طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا إنها تتحدث عن وعن الأجيال التي مضت زمان الغيبة وعن الأجيال القادمة وهذا هو الوجه المتحرك من عقيدة البراء إننا نتحدث عن واقعنا العقائدي المعاصر طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا هذه الولاية والولاية مقدمة على البراءة أيضا طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا الثابتين على موالاتنا أولا والبراءة من أعدائنا ثانيا البراءة من أعدائهم في الدرجة الأولى البراءة الفكرية مثلما جاء في رسالة إمام زماننا إلى الشيعة إلى شيعته زمان الغيبة الطويلة زمان الغيبة الكبرى طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا رسالة موجزة لكنها تجمع كل الكلام المتقدم والذي سيأتي طلبوا المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وقد أقامني الله وأنا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أعود إلى كلام إمامنا الكاظم طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا إنها البراءة الفكرية لا قيمة للبراءة العاطفية لا قيمة للبراءة العملية من دون براءة فكرية لا قيمة للبراءة القولية ما قيمة أن تحتفل الشيعة في التاسع من ربيع الأول يعلنون براءتهم من أعداء فاطمة ولكنهم يناصرون مراجع على منهج أعداء فاطمة ويأخذون دينهم من عمائم النجا من مراجع النجا الذين هم على منهج أعداء فاطمة ويحاولون الدفاع عن أعداء فاطمة بكل ما يستطيعون ما هو هذا واقع النجا وواقع مراجع النجا فما قيمة ما يقوم به الشيعة من احتفال مثلا في يوم فرحة الزهراء لا معنى لكل ذلك وهم في الوقت نفسه يناصرون منهجا جيء به من لباب مناهج أعداء فاطمة طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا أولئك منا ونحن منهم هؤلاء الذين يحملون البراءة الفكرية الحقيقية هؤلاء الذين يتحدث عنهم إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أولئك منا ونحن منهم قد رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة فطوبى لهم ثم طوبى لهم وهم والله معنا في درجاتنا يوم القيامة هذه الأوصاف لا تنطبق إلا على الذين سلمت عقولهم وقلوبهم لثقافة العترة الطاهرة بحسب موازينهم بحسب موازين بيعة الغدير هذه عقول وقلوب تشبعت بقرآنهم المفسر بتفسيرهم بحسب بيعة الغدير قطعا عقول مراجع النجف ليس كذلك قطعا عقول الذين يقلدونهم ليست كذلك فعقول مراجع النجف إن كان فيها شيء من التفسير فهو من تفسير النواصب وإن كان فيها شيء من حديث العترة فإنهم يختارون الأحاديث التي أئمت هنا يريدون مننا أن نعرض عنها لأنها قيلت في سياق التقية وفي سياق المدارات وفقا للمذاق الناصبي مراجع النجف يركضون يبحثون عن هذه الأحاديث وينكرون الأحاديث التي يريد الأئمة مننا أن نتمسك بها هذا هو واقع مراجع النجف واقع قذر كدر خبيث منافر لمنهج العترة الطاهرة فمستحيل أن تنطبق هذه الأحاديث على منهج حوزة النجف وأتباعه أتباعه من المراجع أو من الذين هم حمير لهم يركبون على ظهورهم أقرأ عليكم مرة أخرى ما قاله إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه طوبى لشيعتنا المتمسكين بحبلنا في غيبة قائمنا الثابتين على موالاتنا والبراءة من أعدائنا أولئك منا ونحن منهم قد رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة فطوبى لهم ثم طوبى لهم وهم والله معنا في درجاتنا يوم القيامة الإمام يقول ورضينا بهم شيعة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا فهذا الذي يطلب المعارف من غير طريق أهل البيت كما يفعل مراجع النجف هل هؤلاء شيعة مرضيون عندهم الإمام يقول من أن طلب المعارف من غير طريقهم هو مساوق لإنكارهم هو في حكم إنكارهم هو مساول لإنكارهم قطعا الأئمة لن يرضوا بهم بمراجع النجف شيعة له فهذا الحديث لا ينطبق عليهم هذا ينطبق على أناس آخرين لهم وجود ليس لهم وجود في العالم الشيعي هذا أمر آخر قد رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة فطوبى لهم ثم طوبى لهم وهم والله معنا في درجاتنا يوم القيامة وقت الحلقة انتهى سنلتقي غدا كي نكمل الحديث في هذه الومضات وفي هذه الأجواء العقائدية النظيفة النظيفة هذه نظافة قرآنهم المفسر بتفسيرهم ونظافة حديثهم المفهم بتفهيمهم بعيدا عن أوساخ وقذارات السقيفة بن ساعد بعيدا وبعيدا جدا عن قذارات وأوساخ السقيفة بن مرجعية بن نجف نذهب الآن إلى تذكرة البرنامج وحيث البرنامج الذهبي هو تطبيق عملي مختصر موجز لكل هذه التفاصيل البرنامج البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة العامنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك إذا إذا كنتم راغبين في إمامكم نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم صلوات الله عليهم أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر